السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين القناة المحترفة للشراحات اليوم بحللها صفا نحن المشكلة عيني منها أغلبية مسامل الفيسبوك عند الدخول تطبيق الفيسبوك تخرج مع هذه الواجهة خطأ في تسجيل الدخول حدث خطأ غير متوقع رجالما حاولت تسجيل الدخول مجددا الحال بسيط كل ما لك فقط والتوجه أسفل الفيديو في الوصف وتقوم بتحميل هذا التطبيق الابيك ايديتور أو التوجه مباشرة إلى البلاي ستور وتقوم بتحميله نضغط عليه ونذهب إلى الاختيار الثاني ومن ثم نذهب إلى الفيسبوك إن لم تجد الفيسبوك هنا تذهب إلى ثلاث نقاط وتختار تطبيقات الخاصة بالنظام لأن اختلاف الهواتف هناك من يجده داخل نظام وهناك من يجده خارج نظام بالتالي تختلف أين تجد الفيسبوك المهم كل ما علينا فقط هو التوجه إلى الفيسبوك كما تشاهدون نضغط عليها ومن ثم نختار الاختيار الثالث وهو او الخصائص الخاصة بالفيسبوك ونذهب ونختار مكتوب 29 نقوم بحذفها ونقوم بكتابة 21 ونضغط اونج سوي أو نضغط على حفظ بهذه الطريقة ومن ثم نذهب يعني نغلق هذا التطبيق ونذهب إلى الفيسبوك ونضغط ضغط زر مطولة ثم نضغط على الخصائص وبالتالي نقوم بإلغاء التثبيت الفيسبوك كما تشاهدون نقوم بضغط على إلغاء الفيسبوك ومن ثم نذهب ونقوم إلى بلاي ستار ونحمل الفيسبوك من جديد بهذه الكيفية نقوم بكتابة فيسبوك في بلاي ستار هنا ونقوم بتحميله ومن ثم نذهب ونقوم بإعدادة تسجيل دخولنا وصفة تلاحظ أنك دخلت بنجاح كان معكم أرمين بطردي من قناة المحترف لشهر تتمنى أن تشترك في قناتي سلام